السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انا الدكتور احمد عطية دهشان استشارة تجديه العلاجية والتجميل في اسطنبول. النهاردة جماعة جاي نتكلم معكم بشكل بسيط عن حب الشباب. نستطيع ان نقول في حب الشباب بالنسبة للبنات بشكل اساسي. يعني مثلا لو انا جاء لبنت العيادة وعندها عندها حب الشباب. هذه البنت اول حاجة لازم افكر فيه ان هي ممكن يكون سبب رئيسي من اسباب حب الشباب عندها عندها تكيس المبايد. فبعمل تبتمل يا دكتور احمد بتعرف ازاي? امتى تشتبه وجود تكيس المبايدة عند البنت? بشكل بسيط ان احنا بنسأله ثلاثة اسئلة. هل الدورة بتاعتك ممتازمة يا ستي? هتقول لك ممكن يبقى فيها لغبطة او بتاع. هل زاد الوزن زيادة عن الطبيعي عن عن المعدلات الطبيعية في الفترة السابقة? يعني انا دلوقتي اذا بدأ يحدث عندي زيادة في الوزن بشكل كبير عن الفترات السابقة? ده السؤال رقم ثلاثة. اه هل بدأ يظهر شعر في الوجه اه بشكل ملحوظ او في الجسم بشكل عام اه عن الفترة اللي فاتت او السابقة? تمام. عرفنا النتيجة اه اه اشتبهنا ان وجود تكيس المبايد نتيجة وجود خلل في هذه الاشياء. اول حاجة لازم نفكر فيها ان احنا نحول هذه الحالة ان احنا نحول هذه الحالة لطبيب النساء عشان نعالج مشكلة تكيس المبايد.